ولتعليق على تظاهرات مستمرة في بغداد وعدد من المحافظات يحضر معنا في الستوديو الكاتب والبحثة السياسية دكتور فالح خطاب أهلا بك دكتور كيف تقيم هذه التظاهرات في يومها الثالث؟ التظاهرات تتسارع تتزايد تتوسع يبدو أن المشكلة كبيرة جدا والنظام القائم في العراق نظام العملية السياسية غير قادر على احتواء حتى الآن على الأقل المظاهرات هذه تأخذ زخما كبيرا خصوصا إذا وضعنا في الأتبار حجم العنف وكمية القمع التي تعرضت لها إجراءات العسكرية لإجراءات الميليشياوية لإجراءات القمعية ولكن لم تؤثر هذه في المتظاهرين وبالتالي نشاهد هناك توسع وإزدياد لوطيرة هذه المظاهرات ونعلن جيدا أنه الخوف هو في البداية فإذا تخطينا حاجز الخوف فيمكن عندها أن نقول أن هذه الإجراءات سوف لن تكون مجدية على المدى البعيد الحديث عن هذه الإجراءات وعن استخدام العنف المفرط والقوة وهو أبرز ما ميز المشهد في هذه التظاهرات كيف يفسر تعامل القوات الأمنية بهذا الشكل المفرط بالقوة؟ لا شك أن قوات النظام، نظام العملية السياسية، نظام خائف ومرعوب خصوصا أنه يشاهد أن الشعارات المطروحة اليوم في الشارع العراقي وليس في بغداد وحدها إنما في المحافظات هي شعارات جديدة، إسقاط النظام، نريد وطنا، يعني حتى تعدت المطالب الخدمية لأنه في الحقيقة الكل بات يدرك أنه لا توجد دولة في العراق وأن هناك مشروع لتدمير العراق ومعه تدمير البنية التحتية سواء للعراق أو للعراقيين وبالتالي النظام القائم يدرك حجم المخاوف ويدرك أن الناس عندما خرجوا، خرجوا هذه المرة لكي يقولوا كلمة واحدة نهائية لا نريدكم ولا نريد هذا النظام وبالتالي لم يبقى أمامه يعني هو النظام ليس عنده شيء يقدم للمتظاهرين وليس يقدم للشعب العراقي الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يقدمه هو الرصاص وهو القمع وبالتالي لا يملك، يعني النظام لا يملك لا رغبة ولا الإرادة في أن يقدم أي شيء للعراقيين سواء هذا القمع وهذا الرصاص ما نعكسات هذا العنف المستخدم من قبل القوات الحكومية على مسار الحراك الشعبي؟ هذا سؤال جيد لأنه هذه، يعني ما نشهد اليوم هو سيولد مخرجات مخرجات مهمة جدا المخرج الأول هو مخرج النظام النظام في الحقيقة لا يقدم شيء سواء المزيد من الفساد والإفساد المزيد من تقسيم وتقطيع العراق لصالح فئة منتفعة لكن المخرج الآخر هو هذا القمع هذا القمع سيقود بالنتيجة بالضرورة إلى تنامي حركة معارضة بقوة وبعمق وبشدة إلى الوضع القائم وطبعاً كل ما يزيد القمع، كل ما يزيد حجم الاعتراض وتزيد شرارة اشتعال النار في الهشيم نعم، دكتور في خبر عاجل وردنا الآن نقلاً عن الأمم المتحدة تطالب الحكومة في العراق بالاستجابة لهذه المطالب في التظاهرات، كيف تقرأ هذه؟ يعني للأسف، يعني الحديث عن أمم المتحدة أو العالم الخارجي لا يبالي إذا علمنا أنه العراق منذ 2003 شأن أمريكي وشأن بريطاني تقريباً ثم دخلت إسرائيل على الخطوة، طبعاً إيران هي اللاعب الأكبر داخل العراق هذه القوى كلها لا تبالي الأمم المتحدة يمكن من باب رفع العتب تطالب النظام في بغداد بأنه لا يمارس القمعة وأن يعطي حقوق أو كذا لكن نحن نعلم جيداً أنه لا توجد دولة في العراق الدولة مقطعة، مفككة، عليها مجموعة من اللصوص الذين ارتضوا لأنفسهم أنه يقتل العراقيين بدم بارد ويجهز على العراق وعلى العراقيين وبالتالي لا يمكن لأي مخاطبة أن تنفع لأن هذا الأمر ميؤوس منه نعم، حديث عن هذه الدولة المفككة دكتور يقودنا ربما للإشارة للاجتماع الأخير الذي جرى بين الحرس الثوري الإيراني وبعض الميليشيات رؤساء هذه الميليشيات ومحاولتهم لاستعاب هذه التظاهرات ونشر أخبار كاذبة عن التحاور مع المتظاهرين كيف تقرؤون تعامل الإيران مع هذا الحرار؟ إيران وحتى الولايات المتحدة هذه ليست المرة الأولى، التظاهرات التي خرجت في السابق يعني كل المظاهرات التي خرجت في السابق كان هناك محاولات لوئد هذه التظاهرات من خلال إما الدس فيها عناصر معينة، شعارات معينة، إشاعات معينة القول أن هذا تيار علماني أو القول أن هذا تيار ديني يعني هذه موجودة، ما تريد إيران الآن بالضبط هو أنها تريد أن تفكك هذه التظاهرات وتريد أن تفشل زخمها وتريد أن تحاول السيطرة على الوضع لأنه الكل الآن قلق، لا يعلم المآلات التي ستنتج عن هذه التظاهرات خصوصنا ذا علمنا أنه في العراق الآن الوضع دقيق جدا وحساس هناك الولايات المتحدة الأمريكية وعناصر لها داخل العراق وإيران التي تمتلك أيضا قوة كبيرة داخل العراق والكل متربص والكل يريد أن يمسك رأس الخيط حتى لا تفت الأمور من عنده إلى أي مدى بإمكاننا القول أن هذه الانتفاضة أربكت الحكومة الحالية في العراق بلجوءها إلى قطع خدمة الإنترنت عن المتظاهرين لمنعهم من نشر الصور والفيديوهات وكذلك لإحباطهم عن الحراك يعني هذا أيضا مظهر آخر مظاهر الخوف هذا يشبه مظهر القمع، يشبه مظهر إطلاق الرصاص بهذه الكيفية بهذه القسوة بهذا الزخم قطع الإنترنت هو وسيلة طبعا مسرفة حتى أنها لا تبقي وجه للحكومة لا تبقي وجه لكي تقول أنها ماذا يعني حرية التعبير الديمقراطية كل الأصنام التي حاولت النظام أن يسوقها للناس كلها الآن سقطت لأنه حتى الانترنت اللي هو واجهة التعبير عن تعبير الناس عن بعضهم إسعاف الحالات الطارئة، نقل الأخبار كلها يدلل على مدى ارتباك النظام ومدى خوفه من مآلات الوضع ويحاول بشتى الطرق قطع الاتصالات وإحباط هذه الانتفاضات أهم الهتفات التي هتف بها المتظاهرون في هذه التظاهرات تتعلق بأن كانت مناهضة للحكومة ومناهضة لإيران كذلك ما مدى الوعي الذي تعكسه هذه الهتفات؟ يعني هناك في الإعلام شيء حدث يحدث الآن بعض الإعلام العربي ركز على قضية هتاف المتظاهرين أو بعض المتظاهرين ضد إيران هتاف ضد النظام هذا شيء معلوم هم خرجوا أصلاً ضد النظام ولكن الهتاف ضد إيران بعض وسائل الإعلام تركز على الهتاف ضد إيران لكن الحقيقة المتظاهرين وبعضهم على الأقل يهتف ضد الاحتلال الأمريكي كما الاحتلال الإيراني لأنه نحن لا يمكن أن نستبعد أن الولايات المتحدة هي من أدخل هذا السرطان الإيراني وأدخل هذه العصابة التي تحكم البلاد الآن وبالتالي نحن نقول أنه إذا كنا منصفين في التقطية بالنسبة للإعلام العربي والإعلام الآخر عليه أن يركز على شعار المتظاهرين الذي يشمل العداء لأمريكا كما يشمل العداء لإيران والنظام نعم بعد مرور ثلاثة أيام واستمرار هذا التظاهر في مختلف الشوارع رغم الحضر ورغم كذلك العنف المستخدم ما توقعاتكم لمستقبل الحراك في العراق؟ يعني لنكون ماضحين المظاهرات سلمية الشباب كلهم عزل يمكن أن نقول أن هذه التظاهرات حركت شيء في الماء الراكد وأيقضت من هو نائم لحد الآن لا يمكن أن يذهب بنا التفاؤل إلى حد أنه نقول أن هذه التظاهرات أو الانتفاؤل ليس من باب التشاهم لكن من باب الواقع قد لا تسقط هذا النظام قد لا تذهب به ولكن كما قلنا في مناسبة ثانية القطار رضي على السكة يعني لا عودة للوراء يعني الآن أصبحت هناك حالة من العداء النظام إذا مارس القمع ضد الناس ضد المتظاهرين هؤلاء لهم أصدقاء لهم أنصار لهم عشائر لهم كذا وبالتالي هذا كل ما يتوسع حجم القمع سيتوسع موجة العداء للنظام وإذا النظام لم يسقط أو يهتز أو كذا في خالة هذه المرة هذه مقدمة لأشياء كثيرة قادمة شكرا جزيلا لكم دكتور فالح خطاب كنت حاضرا معنا في جولتنا الإخبارية في العراق اليوم